موسيقى متابعي راديو فجر أهلا وسهلا بكم في هذه الليلة الجميلة ونشكر مخرجنا لارة أحمد ببرنامجها مسيناكم سمحت لنا أن نستغل هذه الفرصة ونرحب بالأستاذ ألينا بغدادي والأستاذ وصديقي الشائر علي محمد شريف أهلا وسهلا بك أستاذ علي جدل في ملاحظات شخصية نتحدث فيها حاليا خلال هذه الدقائق مع بعضنا كيف يمكن أن يكون الأدب هو سفير للسوريين لماذا نقول هذا الكلام؟ الأستاذ ألينا البغدادي روائية تكتب الرواية لها روايات صدرت باللغة التركية أيضا وهناك رواية باللغة العربية وأمام أحد الروايات الآن هذه الرواية ألف يوم من العذاب وبعد أيام قليلة ربما الأستاذ علي محمد شريف سيكون لن نقول ناقدا لها بقدر ما نكون نقول أنه سيفتح لنا المفاتيح الخاصة في هذه الرواية بداية من هي لنا بغدادي ولينا تعرف عليها بدايتي كانت يعني بمجال الشعر بس على مستوى بسيط بأعتبار أن أنا بديت كان عمري 15 سنة الأدب كان بالنسبة لأيه هو عبارة عن هواية يعني أكثر من أنه يكون مسار حياة تابعت بدراستي الجامعية سنوية جامعية وبعدها سلكت طريق الحياة العملية بس الأدب كان بالنسبة لأيه هو عبارة عن تراكمات كل فترة كانت لازم تطلع لأني إذا ما أطلعت ما كان ممكن أن أنا أشعر أن أنا عم بتنفس بعد فترة قررت أن أنا لازم أكتب رواية أول قرار أخدت لسنة 2014 كتبت رواية ألف يوم من العزب الفكرة الأساسية هي أول رواية أول رواية لألي الرواية هي عبارة عن فكرة حقيقية بطل القصة حقيقي يعني هو مو خيالي أبدا أنا شلت منه بعض التفاصيل اللي ما حبيت أن أنا أتعمى فيه أكتر أما الشخصية كانت حقيقية الشخصية الحقيقية لسا كانت أسوأ مما أنا كتبت حاولت أن أنا أجمله قدر الإمكاني يمكن لو الإنسان كان أرى مدى السوقي لهي كانت شخصية الحقيقية ممكن حتى رواية ما كان حبا بعض من أفعاله الحقيقية أنا كتبتها والبعض الآخر أنا نسجتها بما يتناسب مع الرواية الفكرة منين إجتني؟ إجتني من رؤل الإنسان أيام كتير بحياته بيرتكب كتير من الأخطاء لمجرد أن هو حدد هدف معين بيوصله ويوضع على الناس مثل خطوات السلم تحت رجلي شو ما كان يكون مهما كان التمن بيوصل للي هو بالدوية بس بالنهاية في أشخاص موجودين بحياته بتاريخه عم يتقلموا من الأفعال اللي هو أماه بحقهم كتير من العالم يلي ما بتلتفت لورق بتقلك أنا ما عملت شي أو بتحس حال أن هي غير مزنبة أو بتعتقد أن الأشخاص اللي هي غلط بحقهم كانوا أغبياء ممكن كان استغلال للطيبة أو ممكن استغلال للنقاء كل الأخطاء اللي عم يخطأها هالإنسان هاد اللي فكر أنه الحياة نسيتها فجأة لقاها وجه اللي وجه أمامه ولكن بشكل أعظم بشكل كبير لقا حاله هو سجين بغرفة مضطر أنه هو ينسئل ورح يجاوب مجبر على أنه هو يجاوب لقا بعض من أخطاؤه موجودة بكتاب مضطر أنه يقرأ انسجن بهذا الأب لمدة ألف يوم في حدها بحقيقة معه طبعا طيب هذلها بحقيقة معه كان هو بحقيقة معه أيام زمان أو لا أبدا الخاطف هو عبارة عن شخص مجهول ما قدر أبدا يعرفه خلال هذل الفصل ما قدر يعرفه أبدا المخطوف اللي هو بطل القصة اللي هو اسمه كارلوس ما قدر يعرف مين الخاطف حتى أيام كثير هو كان يتوهم أنه ممكن يكون امرأة أو ممكن يكون إنسان عم يسأر لحده ضحية من ضحية هذا الإنسان كان عنده الخاطف كان في عنده كتاب نفس الكتاب اللي هو عم يقرأ كان عم بحاسبه بيسأله مضطر كارلوس البطل إنه يجاوبه الرواية أو الكتاب مؤلف من فصل كل فصل بتحكي عن حياة ضحية من ضحية ما راح نشوق كتير يعني الناس نحن نسمحل مع الأستاذ علي يعني ما التفاصيل ممكن أكيد ليصير بمعرض الكتاب بعد فترة وتعرضي إن شاء الله بس أنا نحكي مع الأستاذ علي بشغني إنه رواية إذا أنا سوري وفي كارلوس يعني شو رأيك أستاذ علي لا أولا أسأل الله أوقاتكم وأوقات أستاذ المستمعين والمشاهدين أيضا لا ما بيمنع أبدا أنه ربما يكون كارلوس بهذا الاسم الذي اخترته الروائية يكون في رغبة في الإحالة إلى شخصية ما معروفة كارلوس في شخصيات تحمل هذا الاسم ومشهورة منهم ربما محمد علي كلاهي مثلا بكل الأحوال هذا خيار ربما أرادت أنه تنزع كتير من الصفات الواقعية الموجودة في الرواية وباتجاه أنه تعطي للرواية طابعة التخيلي نحن نميل عادة أنه ما نقرأ مأساتنا اللي بنعيشها في الواقع نقرأها في الأدم أصلا الأدب ليس من مهمته إعادة إنتاج الواقع بكل ما فيه الأدب هو واقع آخر موازي للواقع يعني ممكن تدخل السيد علي من باب يسمحونا مستمعيننا إذا نحن نحن نحكي مصطلحات يعني من باب الفانتازيا بالأدب يعني خيال متخيل أنه كأنه إنسان قدامه مرهي عشوف وقعه مشاكله يعني مشان هالأحداث هاي تصير بمجال مجتمع مفتوح غير مغنق هاي أولا تانيا هذا الأهم بالنسبة لأيلي أنا كان بهمني إنه أي قارئ رح يقراها رح يعتبر حاله أحيانا هو ضحية أحيانا الحاكم والمحاكم يعني الخاطف بعض الأشخاص يلي أروا الرواية حطوا حالهم مطرح كارلوس وهذا الأمر بيرجع لأمورهم سؤالنا ليش تسمتي كارلوس يعني بالبداية أنا أول الشي كتبت بصراحة لحدث الترجمة يعني كان أبسط هالإسماء ثانيا كان فيه أهداف كثيرة مثل إنه لو أنا حطيتها بمجال عربي كان ممكن إذا الترجمة تقولوا مثلا الأفعال السيئة ممكن تبدر صراحة يعني عن عرب فمتالي ما حبيت أنا يعني دفاع مبطن السيد علي شو رأيك أنا ما بعرف أنا لا أتفق مع هذه المبررات عن الإطلاق نعم الموضوع أني أختار اسم ربما صدفة ربما إلهام ربما رغبة مثل ما حكيت قبل شوي في الإحالة إلى شخصية معروفة وربما يعني الهدف مثل ما قلت كمان أني إبعاد الواقعية المطبقة أو الكاملة عن الرواية اللي هي ما مطلوب منها مثل ما حكينا ترجع تسطر الواقع الأدب برجع بقول يخلق واقعه الأدب ليس ممكن يكون فانتازيا ممكن لكن هاي أحد ربما أنواع الأدب وممكن يكون واقعية مباشرة أيضا هي أحد الأنواع لكن أنا شخصيا أميل وأقتنع وأرى أن الأدب مهمته هو إنتاج واقع موازي تقرأه وتشعر بأنه كتير واقعي طيب إذا السؤال بالمقابل هو واقع فني وليس واقع جميل جدا خلينا نحن 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 نحك لمن نكتب لمن نكتب لأن الأدب نحن نطلع من هذا القيط الأستاذ علي شاعر أكتب القصة حضرتك عم تكتبي الرواية لمن أكتب أنا بدي أكتب أعبر على ذاتي في الرواية هذا السؤال لحضرتك حاليا وإلا أنا بدي أكتب للشعب لمن تكتبي هذا السؤال أكيد بالدرجة نكتب للفئة التي ننجحها نكتب للإنسان القارئ بشكل عام نكتب لأله لعقله ولكن تكتبيين بالعربي وتقولين ليس للعربي الأصة ما فيها لا أقول لك أستاذ أنا أنا ممكن أعملك حكاية بمجتمع مغلق وممكن أعملك حكاية بمشترع مفتوح خلينا نوضح للمستمع ماذا تقصدين بمجتمع مغلق ومجتمع مفتوح مجتمع مغلق اللي هو كتير من العلاقات اللي هو يشوفها بنظره خاطئة ولا يجب أنه يكون موجودة ممكن علاقات غير شرعية مثلا أولاد غير شرعية ممكن المجتمع المفتوح هو المجتمع اللي بنتقبل وجوده كل شي منقول بالنسبة لألون أنه هاي أمور عادية طبيعية بالنسبة الغرب فمثلا إذا نسمع حكاية صارت بمجتمع مفتوح أنت ممكن تتقبل أكتر من اللي أنت سمعت بمجتمع مغلق محافظ هاي قصة بس هاي خلينا نسمع ألا تتعدى أنه ثقافتنا تختلف عن ثقافة الغرب يعني مثال ولو نحن جبنا يعني بتلاقي بالأفلام الأميركية مثلا تجدين باللغة بتلاقي في شتيم ينحمها مستخدمة وبالتالي يعني عملية إغلاق وفتح المجتمع ليس يعني بالأخير أنا بدي أفهم هذه باللغة العربية تكتب إذن لا توجه لوني خلي شارحنا ساذ علي ونرجع لك طبعا مزعل مننا زي ما أعطينا الحديث جدل أصلا مستمتع بإني أسمع لكن الحقيقة في حكي أثار انتباهي وبحاجة ربما لأن يكون في نوع من أخذ الرد في هذا الإطار يعني خلينا نتفق على أن الأدب حتى يكون عالمي لازم يكون مخلص لمحلته الأدب العالمي هو أدب في طبيعته هو أدب يصور بيته لأن ما بحاجة الآخر لأحكي له عن شي هو يعيشه أنا برات الصور هو بحاجة لا يتعرف علي يتعرف على بيئتي وعلاقاتي وأفكاري وثقافتي وعاداتي وتقاليدي وشو بأكل وشو بأشرب وكيف يعني وكيف ما هي القضايا المثيرة أو القضايا المهمة في هذا المجتمع شو المشاكل اللي بيعانية وشو الجماليات اللي بيعيشها إذن الآخر بحاجة اللي يتعرف علي بثقافتي أنا مو يتعرف علي وأنا أحمل ثقافته ما هو ثقافته أعرف في الفرنسي أعرف بثقافة الفرنسيين من العربي حتى لو راح وعاش بفرنسا طويلا إذن الأدب المحلي أو محلية القضايا اللي بيطرح الأدب ربما تكون هي جواز سفره إلى العالمية إذا كنا ننشد العالمية يعني أنا ماني بحاجة لا أسمي اسم مثلا فرنسي مشان القارئ الفرنسي ينشهد للقراءة لا لو أنا برأي يمكن هذا يكون في التصور فيه مغالطة أو ممكن يكون مجال لوجهات نظر لا نسمع منها لوجهات نظر لأنه هنا صار مشرحة هنا هذا في الحديث ولكن السيد علي اسمح لي طالما صار الحديث بين الواقعية والكذا والثقافة يقال بأن الأدب الرواية بشكل عام بالغرب لها اختصاصي الاعتراف وأو الانتحار في عالمنا لا يوجد انتحار بس حالي نشهد هذه الحالة ما أقصده حينما تناولت هذه الرواية ما هو بال 40 و 30 بهذه بال2012 طلعت 14 أحداث الرواية ترجع لذلك الزمن إذن هون اختلف الأمر هل نحن قبل 25 سنة يعني الضغط الموجود في رتة الجربية هل ممكن أعرف أنه هذا كان ضابط أمن يحاسب حاله لا الرواية صارت بأكثر من المجتمع صارت جزء من المجتمع عربي جزء من المجتمع أجنبي جزء كثير من الرواية صارت بمجتمع أجنبي والشخصيات اللي كانت مشاركة شخصيات يعني ما هي أجنبية بس عربية بألقاب أجنبية هذا السبب أنه أنا يعني بدي أعطيك أنا الفكرة بشكل عام تمام هي وين نشأت وين صارت هي ما صارت ببرد عربية جزء منها برد عربية جزء منها بلد أجنبية بس البطل كان عايش ببرد أجنبية البطل هو شو البطل عربي بس عايش بلد أجنبية فهذا هو مجتمع الطبيعي إنه الشخصيات اللي عبد تدخل على عالم ما رح يكون أسماء عربية حتى لو كانت يعني هلأ نحن عربي عايش بلد أجنبية بكرة بعد فترة بتلاقي أسماء وكل تحاول للأجنبي بصراحة مع الوقت فأنا بنالك للمجتمع يلي حدثت فيه الحكاية هلأ إذا سمحت لي يعني هي ما قضية قضية الأسم حتى أنا بذكر ببداية التلفزيون السوري ربما أول أسم اتخذ دولية لحام قبل غوار كارلوس يعني القضية ما هي عند الأسم وبالنتيجة هذه حرية المبدعة هلأ إيش بتنسير غوار بجدلا أنا هو لأنه كارلوس في الرواية يبدو أن لمن لسه ما قرأت الرواية يبدو أنه كارلوس في الرواية هو شخصية ليس جيدة يعني فربما ما هذا يعترف إذا هو أهوأس إشراف للرواية لكن قبل قليل سألت لمن تكتب أنا برأي كان جواب حقيقة جميل أنا أكتب لمن يقرأ لكن لست مستعد لأذهب لعنده على الأقل يجب أن نلتقي في المنطقة الوسطى نقطة جميلة فاصل ونوصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نشكر مخرجنا لارا بحوار جدل ولارا يعني كمان نحب نتشاركنا معنا بروايات وتحب تقرى الروايات هلأ ممكن إذا خدنا نسخة من هذه ألف يوم من العزب اللي راح تصير في معرض قريب نحن نقول المستمعين اللي بيعنتاب اللي بيهتم بهذه الرواية وفي مستمعين اللي بيهتموا بالروايات إن شاء الله بيجوا ويشتروا ألف يوم العزب يعني ليش مو تسعة وعشرين يعني ألف يوم ألف ليلة وليلة يعني يعني خلينا بعنوان أنا توحي لي ليش ألف يوم يعني نفس السؤال اللي سأله كارلوس تلخطي ليش ألف يوم فبقيله لو جعت لتاريخك لورا راح تكتشف حدا من ضحايا كنت أنت السبب بعذابه من لما عرفت لوقت ما خلص عذابه بمدة ألف يوم أحد ضحايا كان السبب بعذابه لمدة ألف يوم فهل شخصية هاي هي اللي كتبت كيف تعرفت على البطل وشو غير بحياته وشو الأحداث اللي عملة لآخر لحظة من كتابته كان كان ألف يوم طبعا هي الشخصية هاي هي الشخصية الأساسية لدفعة الخاطف لخطفه طيب أنا سؤال هذه الرواية ما عليش بالأستاذ علي ألف يوم هي رواية تكون أحداث تاريخ بروح برجع بحطوف في مكان كم صفحة 200 300 صفحة جزء الأول 129 الكارلوس في جزء ثاني كمان ما رأيك أستاذ علي هل تتحمل أولا من حيث السؤال عن النوان وحتى عن الأسم أنا لا أثق ولا أطمئن لإجابة المبدعين حقيقة لأنه المبدع ببساطة شديدة ممكن يكون عم يتوهك عم يحاول يخليك بس مو بيكون عتبة الساز علي بهذا الزمن بهذا الزحم لأنه نحن إذا بنجي الحقيقة اليوم الكتب اللي بتضل وبروح صحابة للجنة إن شاء الله وقت اللي بنقرأها نحن بحاجة لعتبة حتى نقرأ الرواية عتباتنا اللي بنستعين فيها هي ثقافتنا وحواسنا وأدواتنا وبالنتيجة نحن بنقرأ من خلال رؤيتنا نحن وهذا المطلوب ربما يلجأ الكاتب المبدع إلى توجيه القارئ باتجاه معين حتى يبعده عن المطبات أو ربما يبعده عن قراءات هو لا يريد خلينا سمع مننا لكن سأقول فقط حريتك تبدأ عندما ينتهي تنتهي حريت الكاتب ويعطيك كتابه حريتك تبدأ حين أمر ما نكمل أستاذ علي فقط العنوان فقط لسؤال ممكن في زمن السابق عدد الخيارات أكتر بينما هناك في مؤسسة الأغراق يعني قدامك جل من العنوان لا نعطي ليس بالرواية فقط مثلا مقالات أحيانا صارت صحف ربما من العربية بحط لك أهم المقالات وبالتالي العنوان اللي ينزبك هو اللي يسحبك يعني هو مفتاح والآن كم هائل من الروايات اللي عمال تطلع العنوان أنا رأيي شخصي أنا لا أخالفك قبل إيك فسأل الله العنوان هو يجب أن يكون كبد القصة في هذا العنوان نعم أنا مع هذا الكلام وبصراحة ولو رح يكون إليك جواب قطع أنا هو جدال لكن الحقيقة العنوان هو مفتاح لأشياء كتير والعنوان هو أول ما تفكر به الحقيقة العنوان هو الذي يجعلني أقتني الكتاب أو لا أقتنيه أقرأ أو لا أقرأ إلا إذا تدخلت عوامل أخرى وصار في نصيحة أنه راه الكتاب لو عنوانه أو ملفت مثلا العنوان كتير مهم وضروري شو رأيك العنوان يعني أنا أنا يعني أنا لست أتعاطف حقيقة مع العنوين الطويلة يعني أنا أحب العنوين القصيرة المؤلفة من كلمة أو كلمتين بس جميل بس فيه تناقط ألف ليلة معرفة هو هذا يعني بين هلأ الحقيقة أول شي لفت انتباهي وأعتقد انتباهك هو ألف يوم منها ألف ليلة رأسي إلى ألف ليلة مزبوط وليلة عرفت كيف فممكن يكونوا ألف يوم وليلة أصلا يعني هلأ هذا الألف يوم فكرة حلوية عنوان يعني بالنتيجة هو خيار المؤلف أنا بالنسبة لي صح هو مفتاح لكن حين أقرأ الرواية أنسى عنوانه ثم أعود إليه لأربط لأكون من أكربط بين محتوى أو مضمون هذا الكتاب وبين عنوانه وبصراحة أكتر يعني أتمنى أن أستخلص من محتوى هذا الكتاب العنوان الذي اخترته مؤلفته جميل جدا أستاذ علي أنا أشكرك لأن أعرف لك جملتين تحكيهم فقط العنوان مهم جدا وأقول الشعراء الأستاذ علي شاعر هو أقدر من الكاتب الرواي أن يكتب يضع عنوانه ويلفت انتباهي بغاد السمان لديها كتاب جميل أنا تدرشني عنوينها خاصة لها عنوان الجسد حقيبة السفر وقالت في نهاية الكتاب اخترته في العنوين ووضعت حوالي الأربع وخمسون عنوانا اختر العنوان الذي ترغب لماذا اخترت هذا العنوان وإذا كان لكي مداخلة تتحدثي هذه الأساس عليك لأن الأساس هو العنوان يعني العنوان هو عبارة عن منخص الحكاية حطيته بعد ما كتبت الرواية لا العنوان هو اللي اجى أول شيء بعدين على أساس الحكاية كلها تم بنات وهو الأساس يعني أنا ممكن أغير إذا شلته إن شاهل كل شيء يعني الفكرة بالعنوان إنه في شخص بدي تعذب أل فيه إذا حطيته طبعا أيوة يعني إذا شرته أنت إن شاء مضمون الحكاية حلق رؤيتها وأنا ماني يعني ماني قادر أو مو من حقي مهتم بالأدب أكيد إن إحنا مدفعوا له شغلتين رح يصير في لقاء ونعلوننا على الوقت إنه حديث عن هذه الرواية وسيتحدث عنه أساس علي وحفل توقيع ونتمنى للمستمعين اللي حابين قريبا رح يصير في ملتقى الكتاب رقم ثلاثة اللي رح يصير أربعة عشرين واثنين وعشرين ممكن رح نتحدث عنه وثلاثة عشرين أنا قدت الأديم وأبل أستاذ لين البغدالي شكرا لهذه الفقرة شكرا لهذه الفقرة شكرا لهذه الفقرة شكرا لهذه الفقرة جدلية جدلنا على أساس فكرة الجدل هذه ماذا تعني أستاذ علي هي بالأساس هي جدل يعني جدل غير بيزنطي يعني جدل منتج جدل بمعنى الحوار وليس بمعنى الجدل المتعرف عليه أعتقد أنه بيبقى عنوان جميل لكن الأهم أنه عم يختزل رائع أستاذ علي جدل بالنسبة لك ماذا يعني نفس الكلام لا يمكنني أضيف أكثر يعني ما شاء الله أستاذ عبر عن كل شي ممكن أقوله في بعض الجدال اللي بيعطيك وفي بعض الجدال اللي بيكون مكانك روح الجدال اللي بيعطيك اللي أنت عم تاخد أكتر ما تعطي هذا اللي بتحب أنك تظل عم بتجادل طول ما أنا عم بكسب شكرا جزيلا مرة أخرى أستاذ علي وأستاذ علينا ومستمعين ومشاهدين على صفحات تواصل جمال وبرنامج مسيناكم الذي صدفنا اليوم في جدل